في حوار بقى حصل كده في مسلسل اسمه فاتن أمل حرب المسلسل ده من تأليف الأستاذ إبراهيم عيسى في بداية القصيدة كفر زي ما بيقولوا الحوار اللي حصل عشان مش محتاج انت تشوف اللاطة ولا حاجة يعني كل الحوار اللي سيد اللي حصل انهم كانوا مختلفين على حضانة الأبناء بمعنى معلوم في الشرع ان الست حضانة أولادها بتكون لها تمام لحد أما تتجوز يعني لو حصل طلاء تمام والست دي بعد ما اتطلقت من جوزها الأولاني اللي معها منه أولاد لو اتجوزت تاني حضانة الأولاد مش هتبقى معها يعني الأولاد هنتقلوا لأيه لولدهم في أسباب كتير أو في الشرع أنا ممكن أقولها لك يعني خلت ان ربنا سبحانه وتعالى يعمل او ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يحط كده هو اللي يحط القواعد ويحط البنود ويحط الشرع أو يخليه بالشكل ده بس أنا مش جا اتكلم معاك في الكلام ده دلوقتي أنا جا اتكلم معاك في نقط مهمة جدا 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 في إبراهيم عيسى وفي كيفية الحوار اللي حصل مبدئيا الشرنوبي في المسلسل والله هو اسمه الشيخ إيهاب لما قالت له بتقول له هو ربنا سبحانه وتعالى يعني قال كده في الكتاب فقال لها يا ست انت بتقولي ايه؟ قالت لي يا مولانا انا بسأل يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي قال كده ولا الفقهاء والكتب فقال لها احنا اللي حفزناه كده قالت لي يعني ربنا ما قالش فقال لها ما مش موجود في القرآن فقالت له انا اتحدك ان كل الكلام ده غلط وان لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يحرم بنت يحرم ام من اولادها او او يحرم اولادها او يحرم اولاد من امهم الفيلم المسلسل من تأليف ابراهيم عيسى زي ما احنا قلنا يعني زي ما قلنا وبنقول دايما بدأت القذية ده كفر ابراهيم عيسى ده انا عملنا ليه فيديوهات لحد ما تعبنا فانا زي ما قلت له كان مش جاي تكلم في الدين في الموضوع ده ولا جاي تكلم هو اللي ربنا سبحانه وتعالى عمل كده بس انا جاي تكلم على كمية اولا اه رد الشرنوبي رد وصف بصراحة يعني يعني اللي هو ايه قال له والله يعني ده الفقهاء بيقوله كده اقول لا احنا حفظينه كده يعني انت شيخ وموظف في الفتوى بتقول اللي احنا حفظينه كده في حد بيعمل في حد هيقول كده ابراهيم عيسى بأمانت الله يا اخ تنلاف في دينك في حد شيخ هتيجي انت تقول له اه ليه كذا فيقولك والله احنا حفظنا كده ويشغال في الفتوى كمان انت مجنون طيب خلصنا بقى من الموضوع ان والله اللي احنا حافظينه وكده هي قالت انا اتحدىك ان الكتب موجود فيها يا ست انت هو انا مش عايز اتكلم في كلام جديد يعني مش هتكلم في كلام جديد ولا حاجة بس هو حاجة فعلا جوايا اولا عشان تبقى فاهم مخطط ابراهيم عيسى وسيد القامني وكل واسلام بحيرة وكل الناس دي هم عايزين حديث واحد بس حديث واحد بس صحيح يخلوه مش صحيح لان المغضاء ده مهم جدا ليه بقى لان لو انت يا باشا حديث واحد بس كل الامة مجمع على ان الحديث ده صحيح سواء كان في البخارة او مسلم حديث واحد بس تخليه مش صحيح او تعمل تشكك فيه او تخلي الناس تبتدي تفكر طب الحديث ده فيه مشكلة طب والحديث اللي طالع النبي يبقى انت كده ضربت السنة بتاعت الناب صلى الله عليه وسلم ضربتها وخلاص يعني قضيت عليها ليه لان بكل بساطة احنا الدين بتاعنا كله كله يعني 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 اعتبر او اغلبه متاخد من السنة يعني انت لما تيجي يقول لك مثلا في القرآن فرضت الصلاة علينا مثلا هتيجي تقول له واحد طب ماشي احنا علينا صلاة طب الصلاة دي هنصليها ازاي مش موجودة في القرآن مثلا لما حد مثلا يقول لك على اي حكم من احكام الدين تمام عشان تنفذ الطاع دي او تعمل الطاع دي او تعمل العبادة دي تعملها ازاي السنة هي اللي بتوضح وبتشرح بقى كل الكلام ده طيب فاذا لو احنا ضربنا حديث واحد بس احنا ممكن نضرب كل حاجة بعد كده لو حديث واحد بس كان صحيح وخلينا مش صحيح يبقى اي يبقى كل حديث الصحيحة بعد كده ممكن نخليها مش صحيحة عادي ما فيش مشكلة بنفس المنطق وبنفس المبدأ عشان كده يا براهيم عيسى كل ما بيتكلم بيلاقي خمس تلاف واحد يتكلمه ويرد عليه وكذلك اسلام بحيرة وانا بحاول اكون واحد من الناس دي يعني لان خطورة ان حديث واحد بس صحيح اا مايبقاش صحيح ده مصيبة طيب حد يجي يقول لي بقى حاجة مهمة جدا 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 طب معلش يعني احنا مش ده رأي ابراهيم عيسى ده مش واحد من الناس مش مفكر مش نكلمه بالعقل هو بيقول كلام مسلا ان الاحاديث يا عمي هو عايز يسببت مسلا الاحاديث الصحيحة دي مش صحيحة طب يعني معلش هو الاحاديث دي مين كتبها ومين جهزها مش البخاري المسلم طب مش دول بشر عاديين طب مش دول ممكن يخطئوا ممكن يصيبوا وممكن يعني اا يعني الناس دي يعني ملايكة نازلة من السماء ما بتغلطش وطالما قالت الاحاديث او او عملتها يا بقى خلاص مالش ان انا اتكلم خالص في الاحاديث دي يا سيدي الموضوع مش في كده خالص لا الا البخاري ولا مسلم ولا انبياء ولا ملايكة نازلين من السماء ولا ممكن ما يغلطوش لا عادي جدا زيهم زينا وكانوا بيغلطوا وكانوا بيتوبوا كل حاجة عادي ما فيش مشكلة لكن انت عشان عشان تيجي الامة كلها اجتمعت ان الاحاديث دي صحيحة يبقى معنى كده ان ان الناس دي اجتمعت بنانا على العلب ما ينفعش يعني انا مسلا دلوات يا سيدي انا مهندس انا مهندس مدني لما تيجي مسلا اقول لك الكوبك ده ممكن يمشي على المية بس عشان يمشي على المية احنا محتاجين حديد مسلا كزا ومحتاجين اسياخ مسلا كزا محتاجين اسمنت كزا محتاجين ظلط كزا مثلا يعني فتيجي انت تقول لي لا مش هيحتاج كزا من الحديد واتتحداك تحداني مين انت؟ انت مين؟ انت جاي تتكلم مين؟ انت جاي تتكلم مهندس. تقول لي تحدانك ما تتحدانيش. مالكش انك انت تتحداني خالص. طيب عايز تتحداني. اتعلم. خش كلتها ندسة زي. واطلع منها. واشتغل كمان شوية سنتين خمسة ستة في الموقع. وبعد كده تعال تتحداني زي ما انت عايز. وانا اقول لك على دماغي من فوق. انما انت تبقى مسلا طالع من 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 تلتة عدادة وجاي تقول لي مسلا لا الكوبك ده مش هيتبني لو حطينا حديدتين او تلتة لا. اتعلم الاول وتعلالي. فده اللي كل المشايخ بيقولوه. بيقولوا انت عشان عايزين عايزين ندرس علم الحديث مسلا. وانشوف الاحديث دي كانت صحيحة بنانا على ايه. اتعلم. ما بعنديش اي مشكلة. اتعلم في الازهر. واشتغل في علم الحديث. وبعد ما اشتغل في علم الحديث والتصحيح. ده علم. علم كبير اول اللي هو علم التوسيق. والاحديث دي صحيحة بنانا على ايه. القواعد واصول وحاجات كتير اوي. انت لما هتتعلمها هتعرف ان الح الحديث دي صحيح وما فيش بما لا يقبل الشك عندك ولا عند اي حد فانت تعلم الاول بعدين تعال اناقشني انما انت مين عشان تناقشني طالما انت مش متعلم فهم هي دي الفكرة هي دي الحاجة اللي كل الناس اللي كل الناس اه الموجودة اللي احنا اتكلمنا عليهم زي ابراهيم عيسى وسيد القامني وكل الناس دي تتكلم فيها بس فعشان كده المسلسل ده بالذات بالذات يعني اه بتمنى ان لو فيه اي حد بيشوفه هو انا بشوفش مسلسلات عموما يعني في رمضان بس اللي قطار كده بتيجي قدام على السوشيال ميديا فبستغرب وبعايز اشوفها يعني الكلام ده بجد وايه اللي حصل في الموقف ده خل الدنيا تقلبت كده ده الكوميكسات كمان يا باشة زي العسل اللي هو حد مسلا يعمل الكوميكس على المشهد ويقول لك يا شيخ هو الحشيش حلال لا مش يعني ربنا قال في كتابه ان الحشيش حلال فاللو ايه قل لها يعني ستتين لهم ده حشيش يا ربنا يقول في القرآن الحشيش ومش حشيش فقول له انا اتحداك ان الحشيش حلال ع عشان ربنا ما قالش كده وعشان الحشيش بيعدل المزاك ايه الحبل اللي انتو فيه ده والله بجد يعني 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 تستهلوا كل الكوميكسات اللي هي بتتعمل عليكو دي فبتمنى ان اي حد يشوف لقطة من الفيلم ده او يشوف من السلسل ده او او ان كان بيتابعه يبطل ان هو يتابعه ويقاطع حتى الالامات بتاعته يعني لان فعلا حاجة محزنة جدا والله العظيم معيش يا ناس فانا اطولت عليكم في الفيديو بساش تعملوا لايك ومتابعة وقناة نعرض عليها كل التجندات وكل الحاجات اللي بتهم كل الناس كالعادة كان معكم حمولي الداوي واستنين الفيديو الجاي بسرعة عليكم